اشتركوا في القناة اكاديمية اقرأ وارتقي هذه الحصة المقدمة مجانا لطلابنا الاعزاء طلاب المنهج القطري صف الثالث الثانوي او صف الثانيش طبعا الاكاديمية بتقدم العديد من الانشطة تحفيظ القرآن احكام التجويد دروس في كل المواد لكل الصفوف بارك الله فيكم جميعا كما اتفقت معكم ان شاء الله هيكون الحديث اليوم عن معايير العامة لأسئلة القراءة بإذن الله تعالى عشان طبعا لو في من الناس عنده اي مشكلة كيف يتعامل مع النص القراءة او النص الخارجي بصفة عامة فانا يعني ان شاء الله سنجمل اهم الاسئلة التي قد تأتي وكيف نتعامل معها وانحاول ان شاء الله ان احنا بإذن الله تعالى نقوم بحل سؤال او نص مع بعض بإذن الله كي نتدرب سويا على كيفية الحل طيب مبدئيا كده هنقفل بس المايكات علشان الناس ما عندهاش تحكم في المايك فما يحصلش لابس علينا يعني انا هقفل المايك اكبر من عندي ولو في اي حد عندي سؤال انا دايما الشت بيكون مفتح قدامي وهتبع معكم ان شاء الله طيب مبدئيا كده الشباب لازم تكون عارف ان في الاختبار هيجي لك نص من ثلاثة يعني العام الماضي في الفصل الدراسي الاول جاءهم القميص المسروق وكانت قصة تمام وكانت تدحدث عن معاناة اللاجئين الفلسطيني الناس الله ان يفرج عنه تمام فانت ما بين خيار من ثلاثة يعني اما ان يأتيك نص شعر او يأتيك مقال المقال ده بقى بكل انواعه يعني مقال ادبي مقال علمي اقناعي تفسيري ايا كان نوعه ده مش كتابة انا بتكلمش في الكتاب عشان نسمة يعني لا تلبس الامور ببعضها البعض انا احدسك الان عن القراءة والمفردات سؤال القراءة والمفردات عليه تلتاشر درجة النصاب الاكبر في الاختبار تمام فانت اما هيجي لك نص شعر او مقال او قصة طيب طبيعة الاسئلة التي تأتي على هذا السؤال او هذا او النصوص الخارجية او القراءة والمفردات بتكون عاملة ازاي بنسميها معايير المعايير العامة تمام اول شيء ممكن يسألني عن المعنى السياقي او المعنى الدلالي يعني الكلمة معناها ايه كمثلا يقول لي مثلا الام نبع الحنان الدلالة يعني علامة دل تمام انا لما اقول مثلا بحر البحر ده بيدل على ايه على العطاء والكرم والنبع يدل على الصفاء والاستمرارية والدوام والنقاء تمام فمعنى دلالة الكلمة او المعنى الكلمة بتوحي بايه ممكن اقول لك مثلا بكى القلب كلمة بكى تحيب ايه مستحيلها تحيب الفرح تحيب ايه الحزن فانت تخلي بالك كويس جدا الله يفتحها لك فاذا المعنى الدلالي هو الايحاء الكلمة لها ايحاء او لها دلالة فانت لازم تستنتجه من سياق الكلام طيب هنا في نقطة مهمة جدا يا شباب وهي المعنى الضني الطلبة بيركزوا عن معنى الضني ويقوموا شرحين الايه النص او البيت او الجملة اللي بتجيله يقول له اذكر المعنى الضني لا انا دلوقتي لما اقول لك احمر وجه الفتاة هل انت وقلت لك المعنى الضني هنا ايه هل انت هتقعد تشرح لي وتقول له والله الفتاة وجهها صار لونه احمر لا غلط انما انت هتقول لي ده انت فهمت من الجملة الحياة صح بس كده هو ده المعنى الضني لما اقول لك بكى قلبي ها المعنى الضني الحزن لما اقول لك ليس كل ما يلمع ذهبا انت مش هتقعد تشرح لي انت هتقول لي ايه اه لا تغطر بالمظاهر تمام عدم الاغترار بالمظاهر مش اي حاجة تشوفها تفكر ان هي حاجة حقيقية او لامحة تمام طبعا عايز اوضح للناس اللي عايز اللي كانت طلبة نتكلم عن البلاغة البلاغة هتبقى من داخل المعايير فهمني يعني احنا احنا زي ما انتوا شايفين على الشاشة المحسنات البداية دي ما هي دي من البلاغة فكل الحاجات دي هنفكرها واحنا ايه بنشرح سوى ان شاء الله فخلي بالك وركز معي المعنى الضمني هو المعنى الغير صحيح بيجينا نصوص خارجية احنا ما بيجيناكش نصوص داخلية على اصلا يعني النصوص اللي انت هتدرسيها انت عندك نص على بسط ابيض والخبز المر كل النصوص دي مش هتجيلك في الاختبار ده مجرد امثلة نماذج انت هيجيلك نص خارجي اما قصة او مقال او نص شعر يوازي ما درستي يعني حاجة زي اللي انت درستيها اما قصيدة او قصة او مقال واحدة من ثلاثة اه المعنى الضمني هو المعنى الخفي الفكرة العميقة المعنى البعيد لا في سرنديب لي خل الوذ به ولا انيس سوى همي واطراقي لو انت عدت تشرح وتقوله بقى اصلي يا شعر بالوحدة او مش انه يعيش في في جزيرة منعزلة وليس له صديق لا ما فيش الخطاب ما هو ما هو الخطاب او الخاطرة ده هيكون مقال يا هدى الخطاب او الخاطرة المقال ده بيشمل كل جزئيات ده مقال اقناعي تفسيري خطاب خاطرة تمام كل ده تحت بند المقال ماشي يبقى ازن المعنى الضمني هنا يا شباب بمعاناة الشعر او ممكن اقول ايه وحدة الشعر اشنو احساسك هي والله ما بتصير بالاحساس يعني العام الماضي جاءوا في الفصل الدراسي الاول بقصة القميص المسروق يعني الطلبة خرجه ويبكون وكانت صعبة والله الذي لا يلعاها غيره كانت سهلة جدا بس المشكلة ان الطلب ما كانش مذكر المعايير لو انت كنت مذكر المعايير كويس كنت ان شاء الله تقدر ان انت تتعامل معه بس الطلب ما كانش مذكر المعايير ومن أهم اللي معيير اللي بنتكلم عليها دهية يعني أنت هيجي لك سؤال في المعنى هيجي لك سؤال في المعنى الضمني هيجي لك سؤال في المحسنات العلاقة اللغوية والبلاغية كده هي ده المعيير الأسئلة اللي هتجي نظامها إيه المعيير يعني مفتاحة للسؤال يعني أنا جاي لسؤال في القراءة أو المفردات أنا هحله إزاي أستاذ بقول لحضرتك ولو جالك المعنى الدلالي يعني تعمل كذا يا جماعة وحدة وحدة علي ربنا يرضى عنكم احنا كده هنضيع وقت الحصة ولن نستفيد احنا دلوقتي وان حصل المعايير هرسلكم مذكرة ان شاء الله فيها المعايير كلها بالله مذكرة الاوائل بها المعايير افضل مذكرة في المعايير ان شاء الله اسمها مفاتيح حل سؤال القراءة الخارجية او هتلاقي مكتوب ثانيا القراءة من صفحة 6 لحد صفحة تقريبا 18 لكن ركزوا معايا وهتلاقوا فيها اخيرها موضوعين الكتابة المقال النقاشي والمقال التفسيري ونمازج عليهم ومقدمة جاهزة وطريقة كتابة الموضوع هو الناجي لا غبار عليه يعني الناجي لا غبار عليه من افضل المذكرات لكن المذكرات كثيرة انا لا انصح بمذكرة معينة انا بشتغل من كل المذكرات بشتغل من الشاملة ومن الاضواء ومن التمييز ومن ميداد كل المذكرات بحل كل التدريبات والناجي وكل المذكرات موجودة معي بفضل الله وبحل منها كلها فانا مش برشح لطلب مذكرة واحدة انا برشح لكل المذكرات في مذكرات بتلاقي الاسئلة منقولة بتنص وفي مذكرات بتلاقيها جميلة جايبها اسئلة جديدة يعني مذكرات تقميدات بتجيب اسئلة جديدة مذكرات التمييز متوزعة جدا فمنصحش بها قوي في كل الجزئيات وهكذا طيب خلاص خلينا نشرح والاسئلة في نهاية الحصة ماشي باحتزر جدا تمام يا شباب يبقى احنا كده هنبدأ نقول قلنا طبعا اتكلمنا عن ايه المعنى الدلالي او المعنى الضني تمام وبعد كده ايه المعنى الضني قلنا يا جماعة ان احنا مش بنشرح البيت احنا بنجيب المعنى الخفي ايه الفرق ما بين المحسن البديعي والمحسن اللفظي ايه هو المحسن اللفظي والمحسن المعنوي فيه فرق ما بين المحسن المعنوي واللفظي المحسن اللفظي بنسميه مؤثر صوتي محسن اللفظي ياريت تسجل معي المحسن اللفظي او المؤثر الصوتي ركز معايا محسن لفظي او مؤثر صوتي الاثنين بنفس المعنى وانك استخدر مؤثر صوتي او محسن لفظي يبقى أنت هتروح فين هتدور على جناس أو سجع أو تصريح محسنات اللفظية جناس أو سجع أو تصريح ركز معايا السجع يكون في النفر يعني لو جالك مقال أو قصة هتجيب سجع ليه السجع توافق اتفاق نهايات الجمل القراءة تخلب اللبة وتنير الدربة شايف أنت كده الجملتين بينتوا بنفس الحرف وبينهم فصلة دسمه سجع ركز معايا ده اسمه إيه؟ سجع إنما لما تلاقي اتفاق نهايته الشطريني في البيت الأول ده اسمه إيه؟ اسمه تصريح يبقى التصريح فين؟ في الشعر أما السجع في النثر لأنه اتفاق نهايات الجمل ما هو البيت الأول والسابع؟ هو إحنا هنفاصل هو الأول أو السابع جات في الثاني وما جاتش في الأول ما فيش مشكلة خدها ما هتسيبها ما فيش مشاكل شغال إن شاء الله أفشي تمام؟ يبقى الأول أو السابع أو جات في أي بيت ما فيش مشاكل بس هو غالباً بيأتي في الأول والسابع التصريح اتفاق نهايات الشطرين ما تروحش الجبلة القافية وتقول لها سليدية تصريح لا، دا اسمه حرف الروي تمام؟ السجع لا يأتي في الشعر السجع لا يأتي إلا في النثر أهو السجع نثر التصريع في الشعر احفظهم العين بتاعة التصريع مع العين بتاعة شعر تصريع شعر اتفاق نهايات الشطرين أما السجع في النثر الجناز بقى كلمتين متكررتين بس معناهم مختلف تمام؟ أهو المغرب والمغرب الأولى اللي هي الصلاة والثانية اللي هي إيه؟ البلد صح؟ يقيني يعني عقيدتي ها التانية بالله يحميني يقيني بالله يقيني كلمتين متكررين بس معناهم مختلف دا جناز تا الجناز التا لا لا السجع بيأتي في أي مكان في النثر السجع يأتي في أي مكان في المقالة أو في القصة أما في الشعر فغالبا بيأتي في البيت الأول أو السابع بتلاقي إيه؟ اتفاق نهايات الشطرين سكتوا فغرق أعدائيا سكوتوا وظنوني لأهلي قد نسيتوا دا كده تصريع تمام؟ عهد الطفولة لا يبارح بالي بل لا يغادر خاطري وخيالي دا تصريع سجع في أي مكان في النسر الجناس كلمتين بيتكرروا معناهم مختلف المغرب والمغرب اهي متكرر اهي في الجملة دي معنى ودي معنى تاني يعني اتفاق الكلمتين في الشكل مع اختلاف المعنى ركز معايا ركز معايا اتفاق الكلمتين في الشكل مع الاختلاف في المعنى يا جماعة الخير أنا بقول لك الجناس التام كلمتين متكررتين واختلاف معناهم لما أقول لحضرتك لك يا منازل في القلب منازل منازل الأولى دي اللي هي ايه؟ البيوت اللي احنا عايشين فيها صح؟ أما منازل الثانية يعني مكانة منزلة يعني مكانة في القلب فهنا جاء ده جناس تام شكل الكلمتين واحد لكن معناهم مختلف ما تروحش تجيب لي بقى معنى فهمته وفهمة وتقول له أستاذ ده جناس اهو أقول لك لا هم الاتنين بنفس المعنى ما فيش جناس هنا الجناس يكون الكلمتين ويعناهم مختلف طب لو في اختلاف بقى في حرف جناس ناقص تلقهم شبه بعض بس في اختلاف في حرف حرف زايد علم ومعلق ومعلم ده جناس ناقص عورة وروعة ترتيب الحروف مختلف ده جناس ناقص سنة وسنة للتشكيل مختلف جناس ناقص مقام ومرام في حرف مختلف يبقى جناس ناقص الجناس يأتي في الشعر والنثر الجناس يأتي في الشعر والنثر ويش نوع الفقرة مش فاهم يعني ويش نوع الفقرة الجناس يأتي في الشعر والنثر السجع يأتي في النثر التصريع يأتي في الشعر ما فيش مالوش مكان هو ليس له مكان محدد يا جماعة الخير ليس له مكان محدد أنا آه تمام تمام آه غالبا بيكون في نفس البيت في الشعر غالبا حاضر هقول كلها اسبروا اسبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله اسبروا سأشرح كل شي اكتب ورايا بس اكتب ورايا لان انت مش هتقدر تكتب وتفهم وتعقل يعني ركز معايا فيما اقوله وسجل بعد الحصة مسجلة هتسمعها ولو انت نقصك حاجة هتلاقيها فركز وما تبقاش يعني آه مسجلة ان شاء الله صف الثاني عشر ان شاء الله تمام يبقى احنا كده تكلمنا عن المحسنات اللفظية السجع والجناس السجع والجناس قلنا ان السجع يأتي في كل مكان في ايه جماعة السجع يأتي في كل مكان في الشعر او في النسر آه آسف السجع يأتي في النسر فقط يا جماعة والله علشان خطر ربنا آه خفوا شواء في الكلام عشان انتوا بتلخبطوني والله والله العظيم يعني ان نخلص الحصة شرح يعني انا هشرح ولا هرد على اسئلكم طيب ما هنش هقدر كده مش هنشرح بعنا فتحين الحصة نجاوب على اسئلتكم اللي هي ملايش ايه 30 لازمة في الافادة استفيد من الحصة وبعد ما نخلص الحصة جماعة الخير ان شاء الله باذن الله هرد على حضرتكم طيب عظيم جدا طيب نركز كده شباب طيب نركز طيب بعد كده ايه قلنا ايه آه يبقى السجع يأتي في النثر الجناس يأتي في الشعر والناس والتصريع لا يأتي إلا في الشعر ودي بنسميها مؤثرات صوتية أو محسنات لفظية طيب بالنسبة بقى للمحسنات المعنوية عندنا الطباق والمقابلة والترادف الطباق كلمتين عكس بعض لو الكلمتين عكس بعض يبقى طباق إيجاب يعني ايقاظ ورقود موت وحياة ضحكة وبكى أبيض وأسود دسمه طباق إيجاب تمام أما طباق السلب كلمة ونفيها فعله نفيه جاء وما جاء تمام موجود وغير موجود يعلم ولا يعلم أو أمره ونهي زاكر لا تزاكر لكنه برضو طباق سلب يبقى طباق الإيجاب الكلمة وعكسها طباق السلب الكلمة ونفيها الطباق يأتي في الشعر والنسر في الشعر والنسر وليس له مكان ليس له مكان محدد بس تايما تلاقي الكلمتين يا إما الكلمتين وراء بعض يا إما في نفس الجملة أو في الجملتين اللي وراء بعض تمام المقابلة بقى الطباق بين كلمتين المقابلة بين جملتين يعني انعدمت الثقة وحلت الريبة انعدمت عكس حلت والثقة عكس الرايب بل هو الشك يبقى كده عكس الجملة دي يبقى دي اسمها ايه مقابلة يبقى المقابلة جملتين عكس بعض ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائث ركز معايا كده يحل يحرم لهم عليهم طيبات قبائث ما تقوليش هنا فيه طباط بنده وبنده لان اللي بعدها عكس اللي بعدها واللي بعدها عكس اللي بعدها يبقى الجملة كلها عكس الجملة كلها وفي هذه الحالة اسمها مقابلة المقابلة تأتي في الشعر والنثر من الآخر كده المحسنات المعنوية واللفظية كلها تأتي في الشعر والنثر ما عدا السجع يأتي في النثر والتصريع يأتي في الشعر ثاني اكتب كل المحسنات تأتي في الشعر والنثر ما عدا السجع يأتي في النثر والتصريع يأتي في الشعر تمام انتهى كده الأمر بالنسبة للمحسنات ركز معي أحيانا ممكن يقولك استخرج كلمة مقتربة ما هي الكلمة المقتربة كلمة أجنبية وإحنا بننطقها باللغة العربية بنفس لفظها يعني رومانسية هذه كلمة أجنبية لو رحت للكلام الأجنبي هتلاقي مكتوبها رومانس كلمة دراما انترنت سينما كوميديا كل الشباب الأيام دي بتتكلم بالحاجات دي ما عادش حد بتتكلم بالعرب بقولك هلو حتى الوقت تفتح الموبايل أو تريني على حد بقولك هلو اسمها السلام عليكم قالوا دي كلمة مقتربة تمام سانكيو سانكيو أعمد أقولك أزاك الله خير تمام فالفكرة كلها أن دي كلها كلمات مقتربة كلمة دراما كلمة انترنت معناها في اللغة العربية الشبكة الدولية لمشحرف المعلومات السينما اللي هي دور عرض أحي كلمة أفلام دي أصلا مقتربة والكمبيوتر اسمه الحاسب الآلي الميديا اللي هي الوسائط المتعددة تقريبا أو الإعلام دكتور اللي هو الطبيب كلها كلمات مقتربة من لغة أخرى مستحدثة يعني ما كانتش موجودة ما كانش فيه زمان حاجة اسمها مؤسسة كل المخترعات الحديثة زي الحاسوب والمسدس والشحن والمحاكم موظف تحصيل ده ما كانش موجود زمان دي كلمة مستحدثة أما الكلمة العامية فطبعا كلكم عارفين ما عن الكلمات اللي قدامنا دي دي كلمات كلها مثلا في قطر عندنا مثلا في مصر كلمات مختلفة في اليمن كلمات مختلفة في غزة ناس الله يفرج عنهم كلمات مختلفة فالعمية هي اللهجة وصلت هي الايه اللهجة وهكذا يبقى دي ثلاث أنواع للكلمات لو طلب مني كلمة منهم الكلمة الفصيحة هي التي ليست مقترضة ولا مستحدثة ولا عامية ولا مهجورة كلمة مهجورة يعني ما عنش بتتقاء يعني لما قول مثلا ما لكم تكأكأتم علي افرنقعوا وتكأكأتم يعني تجمعتم وفرنقعوا يعني افترقوا هذه كلمات مهجورة لما قولك لقد قامت الوغة في غزة انت تقول للوغة يعني ايه الوغة يعني الحرب وهذه كلمة لم تعد مستقدمة الحين تمام لم تعد ايش مستقدمة الحين فتسمى مهجورة طيب الاسلوب اللغة ولازم نفرق جيدا ما بين الاسلوب الانشائي والخبري يعني ايه اسلوب خبري انا اقولك الانشائي الاول تمام وانت هتعرف الخبر لوحدك ركز معاي لما تلاقي الجملة فيها امر زي يفعل لتفعل عليك صبرا نهي نداء استفهام تمني تعجب مدحزم ده على طول اسمه اسلوب ايه انشائي اسلوب ايه انشائي طيب لو ملقيتش حاجة من السبع دول يبقى خبري لو ملقيتش حاجة من السبع دول يبقى ايه خبري اي جملة اسمية او فعلية مفيش فيها امر ولا نهي ولا استفهة طب يا استاذ انا بس سؤال بيجي هنا ازاي يقولك استخرج اسلوبا انشائيا وبين اثره او سبب توظيفه اقول له سبب توظيفه اللي جزب انتباه القارئ للحس والتأكيد على كذا او للتعذير من كذا مع ربط العبارة اما الاسلوب الخبري دايما غرض التقرير التوكيد اظهر شعور معين تمام الاسلوب الخبري دايما بيستخدم مع النصوص المعلوماتية تمام اه اللي دايما فيها معلومات اسلوب خبري جملة اسمية او فعلية فيها توكيد او فيها نافي لكن مفيش فيها امر ولا نهي ولا استفهام ولا نداء ولا تعذب ولا تمني ولا كلام من دا تمام سبك من حتة يحتمل الصدق والكذا احفظ الامر والنهي والاستفهام والتمني والنداء والتعذب والمدح والزم دي اسمها اساليب ايه انشائية مفيش حاجة من دول يبقى خبري لا يوجد في الجملة اسلوب من هذه الاساليب السبعة يبقى الجملة خبرية فيها توكيد او هو التوكيد امر نهي استفهام لا فيها نافي او بقى فيه ما هو النافي غير النهي يعني ايه نافي ونهي النافي لما قول محمد لا يجذب كده انا بنفي عن محمد الكذب انما لما قول يا محمد لا تجذب فده ناحي بطلب منه الامتناع عن الكذب التناس وده من الاسئلة المهمة جدا والتناس بيأتي في الشعر يعني لو جالك نص شعر وبيأتي في الناثر لو جالك نص شعر او ناثر ممكن يقولك ايه يروح جيبلك بيت من عنده ركز معايا او مقولة او اه قرآنية ويقولك هات من النص ما يتوافق مع الية او الحديث او البيت او المقولة ركز معايا يروح إليك هات من البيت ما يتناص او ما يتوافق مع الية او الحديث او البيت فانت كل اللي انت هتعمله ان انت هتروح تعمل ايه تروح تقرأ في النص كويس وهتلاقي فيه كلمة تربط ما بين الجملة اللي هو جايبها لك او الآية والجملة اللي انت هتدور عليها وهو دايما لو نص نثري هيقولك في الفقرة كذا لو شعر انت يبقى عندك حوالي 6 او 8 ابيات هتدور فيهم كلمة هتربط ما بينهم ممكن يكون الكلام ما نقول بالنص على فكرة او ممكن يكون المعنى مشترك فكرة المشترك يعني الاتنين بتكلموا عن ايه موضع التناص يعني البيت او المقولة او الفقرة اللي موجود فيها نفس الايه المعنى للبيت اللي هو جابه سؤال التناص بيجيب لك بيت شعر من عنده او مقولة او آية قرآنية ويقولك هذا الآية او هاد من النص اللي عندك اللي قدامك اللي انت بتحل عليه ما يتوافق مع هذا المعنى يعني او ما يشكل التناص الاتنين بينهم التناص يعني بيحملوا نفس المعنى ممكن نفس الألفاظ مع نفس المعنى او نفس المعنى بألفاظ مختلفة تمام طيب مطلوب منك موضع التناص والفكرة المشتركة يعني الاتنين بيتكلموا عن ايه ايه المعنى المشترك ما بين النص اللي هو جابهولك والنص اللي انت استخرجته من النص اللي عندك تمام لو سألني عن المظهر الاجتماعي لو سألني عن المظهر المظهر الاجتماعي يعني ايه المظهر الاجتماعي يا جماعة اي حاجة بنستخدمها في حياتنا في المجتمع المظهر الاجتماعي ده يشمل الامور المظهر الاجتماعي او ملمح اجتماعي يشمل الامور المعنوية الامور الطيبة والسيئة يعني ايه يعني الانانية مظهر اجتماعي الارامل القلوة القال قسرة الشائعات الظلم الشهادة يعني مثلا ممكن يكون بيتكلم عن فلسطين فتلاقي إن الشهادة في سبيل الله ملمح اجتماعي كثرة الأرامل بسبب الشهداء ملمح اجتماعي الفقر بسبب الحروب ملمح اجتماعي تعاون الناس مع بعضهم البعض ملمح اجتماعي موجود ورقة قرطاس قلم أدوات الكتابة المساجد والمجالس والأبنية والأسواق اللؤلؤ والذهب واللباس المرأة والوشح كلها ملامح اجتماعية ممكن يتكلم عن السفينة والبحر والمرسى واللؤلؤ والمحار ملامح اجتماعية يعني أي حاجة من البيئة من الواقع السيف والخيل كل دي ملامح اجتماعية بتعبر عن البيئة فنخلي بالنا من الملمح او المظهر الاجتماعي كل حاجات تخص البيئة تمام سواء كانت صفة او شيء مادي من البيئة ممكن يكون مثلا واحد خبر والخبر ده انتشر دون التثبت من حقيقته مهدي اشعة اشععات صح؟ فانتشرت فيبقى الملمح الاجتماع هنا تصديق الشائعات دي شائعة يبقى ده تصديق لي يا جماعة؟ للشائعات يبقى ده ملمح اجتماعي اما القيمة فالقيمة لابد ان تكون شيء ايجابي تمام؟ شيء ايجابي اكلف النفس صبرا هنا دي قيمة ايه؟ الصبر ابن المدارس القيمة هنا بناء المدارس والاهتمام بالعلم الصلاة الصدقة التعاون اكبرت الرجل في نفسي اكبار اي الاحترام وتوقير الكبير التضحية تزاور الناس في الاعيات صلة الارحام احب وطني تمام؟ بلادي وان جارت علي عزيزة حب الوطن الاثار انك تفضل شخص على نفسك كل دي قيم القيم اشياء ايجابية اما الملامح ممكن تكون اشياء ايجابية او سلبية معنوية او حسية تمام؟ طيب الحدث التاريخي احيانا يذكر يشير الى معركة او يشير الى شخصية تاريخية او الى ادوات الحرب او الى مقولة زي معتصماء اللي كانت في سبب في فتحة عمورية متى استعبدتم الناس زي ما حصل في احتلال الانجليز لمصر مع الخدوة اسمعية خدوة توفيق تمام؟ يبقى ذكر معركة او شخصية تاريخية زي خالد بن الوليد رضي الله عنه وصلاح الدين عبوة وعمر المختار ادوات الحرب زي الطائرة والخيل والمدفع والرصاص والصاروخ والسيف وهكذا او مقولة قيلة في معارك معينة كل هذا يدل على الاطار التاريخي او الحدث التاريخي يعني في بعض القصائد اللي ايه جيب مثلا عبس وذبيان ما دا بيدل على الثقافة التاريخية للشاعر لانه ذكر حرب ايه اللي كانت بين قبيلتي عبس وذبيان اللي هي حرب داحس والغبراء حرب ايش داحس والغبراء تمام؟ الناس فهمة عايز ايشوف كده الاخبار ايه ها وضحي شباب سامحون ان انا قفل الشات والله العظيم بس يعني انا حرص على مصلحتكم انتم تستفادوا انا فتحته الحين اشوف بس الناس الامور طيبة الى الحين ها احنا بنتكلم في الشعر دلوقتي لانه ينتقل في الشعر والنثر بس غالبا في الشعر ممكن نعرف المعركة والحادس لنه عبر عنه تمام مش فاهز استاذ مظهر للتماع وممكن تقيدوا على السريح حاضر ها اه اه اذي الاشياء لا مهداء ده جماعة كله خاص بالايه بالالشعر يعني شايفين لحد هنا كده شعر من هنا بقى هيبدأ يتكلم عن المقال تمام وبعد كده هيجيب لي تدريب على المقالة اهود بعد كده هيتكلم عن اه بعض المعايير الخاصة بالايه بالشعر اللي هو العاطفة الموسيقى تمام وايجيب لي تدريب عليه ده تدريب هو على الشعر تمام طيب اه القصة برضو هنتكلم عنها اه في الماضي وصار يكون تاريخي او حرب اه الحادس التاريخي حاجة في الماضي او ممكن يكون بتكلم عن فلسطين فيبقى الحادس التاريخي احتلال فلسطين هابقى هرسل لكم حاجة استاذ كيف اكتب الجواب ما للمظهر اه اه ازاي تكتبي يعني المظهر المظهر التاريخي عادي جدا انت هتستخرجي المظهر التاريخي من داخل الايه من داخل القصيدة تمام وهتكتبيه يعني الجملة عادي ممكن تكتبي الجملة على بعضها من النص عادي وتقولي هذا يدل على المظهر التاريخي يعني عبس وزوبيان مثلا هتشيري هتقولي مثلا اللي قد ذكر قبيلتين عبس وزوبيان وكان بينهما مثلا حرب لو انا مش عارف الحرب فهفكر مثلا عبس وزوبيان وخلاص لو بيتكلم عن فلسطين وبيقول مثلا لكن له من مظلومة تشتكي فلسطين فهنا هنقول ايه احتلال فلسطين بس احتلال ماذا احتلال فلسطين تمام الله يفتح لك ماذا يا شباب واضح كده ابطال ها هدى عنده هدى عنده سؤال تاني سالله ان يبارك في الجميع تمام استاذ هذا الشرح هيكون في قناة اليوتيوب ان شاء الله نسالله ان يبارك في الجميع طيب طيب نكمل نقفل المظهر اي مظهر الملمح الاجتماعي يعني ماشي مو الملمح الاجتماعي هو بيقولك السؤال بييجي ازاي انت عصدك السؤال بيجي ازاي السؤال الملمح الاجتماعي يعني بسيطة جدا هو هيجي مثلا يقولك ايه يعني الملمح الاجتماعي يجي مثلا يقولك اذكر ملمحا اجتماعيا اشار اليه الكاتب ملمحا اجتماعي اه ماشي الملمح الاجتماعي يا جماعة قلنا انه ممكن يكون الملمح الاجتماعي ده اه ان انا مثلا هقوله وجود الانانية في المجتمع بس والدليل على كده هجيب له جملة بتعبر عن المعنى يعني مثلا فيه قصيدة ان رجل بيتكلم وبقول انه قابل ارملة فانا هقول مثلا انتشار الارامل في المجتمع وهجيب له الجملة اللي بتعبر عن وجود ارامل في المجتمع تمام انا ما عرفش اي حاجة عن موضوع الروابط والكلام ده والله يا جماعة انا هنا بشرح لكم عشان تستفيدوا من المكان اللي انت وصلتم منه للحصة تقدروا تسأله عن الروابط يا الاكاديمية اسمها اقرأ وارتقي طيب نكمل احنا كده تكلمنا عن التناص طبعا الحاجات دي كلها حق الاي يا جماعة نمتتكلم عن المعايير لأسئلة القراءة بصفة عامة تمام الله يفتح عليك بصفة عامة في حاجات بقى بتخص مثلا المقال في حاجات بتخص النص في حاجات بتخص القصة هنذكرها ان شاء الله طيب جازانا وقياك اسلوب الكاتب اسلوب الكاتب لما يسألنا عن اسلوب الكاتب هنوضحها دلوقتي بس هو ممكن يكون اسلوب الكاتب معتمد مثلا على الاسلوب الخبري او الاسلوب الانشائي اعتمد على الادلة النقلية والعقلية وهكذا بارك الله فيكم طيب نقفل الشات ونكمل طيب الصورة الفنية طيب الناس اللي بتقولني طبق لا انا مش هقدر اطبق معاك دلوقتي انا عايزك تذكر الحاجات ديت هبعط لكم المذكرة بعد الحصة ان شاء الله فيها نفس هي مش نفس المذكرة ديت لان دي بتاع الطالب خاص عندي يعني لكن هبعط لكم مذكرة ان شاء الله نفس المسق وان شاء الله ايه الله مصلاح السيدنا محمد لو قدر الله ولنا اللقاء بإذن الله حل معكم اختبارات بقى نبقى في أرض الواقع بقى اختبار شامل نحو بلاغة نحو نص خارجي وهكذا تمام طيب ركز معايا التشبيه المفرد هو ده اللي يبقى على التركيز اكتر من التمثيل التشبيه والاستعارة تشبيه المفرد يعني بشبه شيء مفرد بشيء مفرد يعني المعلم وكالبحر في عطاء لو الأركان كلها عندي موجودة بسميه مفصل طيب لو حزف بقى يعني أركان موجودة اللي هي ايه المشبه اللي هو المعلم والكاف أداة التشبيه والبحر المشبه بالصفة المشتركة بينهم العطاء يبقى ده واجه الشبه كل الأركان موجودة ده تشبيه مفصل طيب حزف واجه الشبه يبقى مجمل وجه الجين بتاع وجه مع مجمل طيب ساب الوجه بس حزف الأداة المعلم بحر مش كالبحر يبقى كده ده تشبيه مؤكد طيب التشبيه البليغ اللي بيبقى المشبه والمشبه به أنت بحر أنت شمس أنت نجم تمام هي قمر وهكذا طبعا التشبيه التمثيلي ده تشبيه مركب أنا بشبه حالة بحالة بتلاقي جملة كبيرة جدا تمام ما ينفعش أنت تقول أنا شبهت شيء بشيء لا بقول شبهت حالة من ينفقونا في سبيل الله بحالة الحبة التي تنبت سبعة سنابل واضح ده تشبيه التمثيلي طيب ركز معا بقى الأهم من دوما ده لأن هي ده الأكثر مجيئا الاستعارة أنا لما بقولك دلوقتي الجندي أسد الجندي إيه أسد ده شتش به بليغ صح طيب سواني معلش عشان بس أنا إيه عند الاستعارة دية مهمة فأنا أشرح لكم إيه شرح أكثر تفصيلا سواني أنا عايزين الويد بورد الكلاسيكية فأيه مش هارف قول الويد بورد بسواني بفين اللي أعزيني الويد بورد بسم الله بسم الله سواني مهمة قدر لو انا مش اعرف قلت عز بس اجب صفحة فاضية من اعرف الويد بورت ما عددش اعيز ان تزهر هنا لو مستعم ما فيش مشكلة خالص خلينا بس الموضوعنا بالوقت الجندي اسع انا هاشتغل معاكم هنا في الحيطة الجندي اسع ده تشبيه ايه تشبيه مالو بليغ صح؟ طب لو انا جيت قلتلك الجندي يزقر ايه اللي حصل؟ انا حزفت هنا المشبه به صح؟ اش انا شبهت الجندي بالاسد الجندي مشبه والاسد مشبه به لما قلت الجندي يزقر انا هنا حزفت ايه؟ المشبه به وقتيت بصفة من صفات اللي هي يزقر مشبه باللي هو الاسد حزفته وقلت صفة من صفاته دي استعر مكنية اكتب بقى معايا كده صفة المشبه به تمام زائد المشبه يديك استعارة مكنية يعني أنا لما أقول لك مثلا حدثني التاريخ أو التاريخ حدثني سواء الصفة جد في الأول أو المشبه جد في الأول حدثني التاريخ أسأل بقى الاستعارة المكنية دي بأسأل عنها هل يمكن أن يحدث ذلك يعني أنا بأسأل نفسي هل يمكن أن يحدثني التاريخ هل يمكن أن يتكلم التاريخ لا التاريخ شيء معنوي يبقى أنا شبهت التاريخ بإنسان يتحدث حزفت المشبه باللوال إنسان وقتيته بشيء من صفاته يبقى صفة المشبه به زائد المشبه يبقى المشبه بمحذوب وبنجيب صفة دل عليه زائد المشبه استعاره مكنية بسأل عنها هل يحدث ذلك تمام؟ لما نقول هنا إيه مثلا والصبح إذا تنفس أول حاجة هل يتنفس الصبح؟ لا من يتنفس الإنسان يبقى أنا شبهت الصبح بمين بالإنسان يبقى دل صفة المشبه به إيه المحذوب؟ يبقى أنا حزفت المشبه به وقتيته بشيء من صفاته تبقى استعاره مكنية يبقى أنت تحفظ الاستعاره المكنية إن هي صفة للمشبه به زائد المشبه نحزف المشبه به ونقتيب بشيء من صفاته لو قالك تشرحها يعني مثلا قالك شرح الصورة الفنية هنقول إيه؟ هنقول إيه في شرح الصورة الفنية شبه الصبح بالإنسان حزف المشبه به وهو الإنسان وأتى بشيء من صفاته وهي تنفس جزاك الله خير دي استعارة مكنية طيب الاستعارة التصرحية أستاذ فيش حتة فاضي نكتفى الاستعارة التصرحية ها هقول لك ثواني ماشي أهو كنا بنقول الجندي يزأر استعارة مكنية طيب لو أنا قلت لك رأيته أسدا في المعركة ها ما المقصود بالأسد الاستعارة التصرحية بنسأل عنها ما المقصود الاستعارة التصريحية بتساوي مشبه به فقط بتكون كلمة واحدة مفيش حد على وجه البسيطة ان شاء الله رب العالمين هيشرح لك الاستعارة بالطريقة دي أسهل طريقة تعرف بقى الاستعارة الاستعارة التصريحية انت بتشك في كلمة أنا مش قصد هنا الأسد الحقيقي ما المقصود بالأسد الجندي المحزوف المشبه أنا شبهت الجند بالأسد المصرح به الأسد اللي هو المشبه به يبقى الاستعارة التصريحية هي مشبه به كلمة واحدة حزف المشبه سرحة بالمشبه به بسأل عنها بمن مقصود إنما الاستعارة المكنية جملة بقول ما هل يمكن أن يتحدي تنفس الصبح نطقت آثار قطر هل يمكن لأسار قطر أن تنطق استعارة مكنية شبه الآثار بإنسان يتكلم سفل المشبه به زي المشبه تمام واعتصموا بحبل الله ما المقصود بالحبل الدين الشرع القرآن يبقى إذن شبه الدين بالحبل حزف المشبه صرح بماذا بالمشبه به استعارة تصريحية تمام احفظهم اكتبهم ذكرهم عشان ما تنساهم فرق بين الاستعارة المكنية والتصريحية الاستعارة المكنية صفل المشبه به زائد المشبه بسأل وقول هل يمكن أن يحدث ذلك لما أقول مثلا من يزرع الشر هل يزرع الشر لا والله يبقى دي استعارة مكنية وانت مغمى تشبه الشر بشيء يزرع بنبات يزرع حزف المشبه به واتى بشيء من صفاته استعارة مكنية بنحذف المشبه به من جبسه فعامه تصريحية كلمة واحدة مشبه به طريح والمشبه محزوف لنا في المدرسة كواكب نهتدي به ما المقصود بالكواكب المعلمين الخيال الكلي وده آخر حاجة نتكلم عنه عن نهارة ان شاء الله الخيال الكلي لما يقول لك رأسة ما الشاعر صورة كلية او خيال كلي خلي بالك الخيال الجزئي الخيال الجزئي اللي هو التشبهة والاستعارة طبعا التشبهة والاستعارة بتبدأ أثر الصورة الفنية بيان وتوضيح الصورة الفنية او الخيال او المجاز او الصورة الخيالية او الصورة البانية كلهم بنفس المعنى تشبيه واستعارة الخيال الجزئي تشبيه واستعارة بتقول بيان وتوضيح مع شرح المعنى لما أقول الجندي كالأسد او رأيته أسد في المعركة او الجندي يزأر يبقى بيان وتوضيح مدى شجاعة الجندي بس أما الصورة الكلية أو الخيال الكلية له ثلاث عناصر بتدور على النص اللي قدامك واجب منه كلمات تدل على العنصر الأول وهو الصوت أنين قال نداء غرد صرخ نبض تحدث موسيقى كل دي كلمات توحي بالصوت اللون كلمات تدل على اللون رمال تراب شمس دم قلب لهب روضة نار زهر أبيض أحمر كل دي كلمات تدل على اللون حركة كل ما يدل على الحركة التراب اهتجاز يطير يتحرك يجري يقفز رياح موج كل دي حركة يبقى لما يجي يقولك رسم الشاعر صورة كلية افكر عناصرها مع التدليل على ذلك أو دلل عليها يبقى أنت هتعمل ايه هتجيب له العناصر التلاتة اللي هم الصوت اللون الحركة وتجيب كلمات تدل على الصوت كلمات تدل على اللون كلمات تدل على الحركة لو قالك أثرها جاز بانتباه المتلقي إلى على حسب بقى الموضوع اللي هو بتكلم عنه فيه إن شاء الله بإذن الله في الحصة القادمة سريعا هتكلم معكم عن المقال وبعض الحاجات الخاصة بالشعر زي التصريح هنا ذكرها تمام؟ والإقاع الموسيقى الموسيقى الداخلية والخارجية وهيبقى معنا القصة لأن القصة دي مهمة لأنها جات الفصل الدراسي الأول إزاي نطلع المكان والزمان والنهاية والعقدة والروي الحضر والغائب والحوار الداخلي والخارجي وطريقة السرد والبعد النفسي والجسد والاجتماعي والكلام ده كله والصراع الحقد إن شاء الله نتكلم عنه في الحصة القادمة بمشيئة الرحمن جل جلاله إذا قدر الله لنا البقاء واللقاء إن شاء الله شكرا جدا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جدا لكم